اهلا بكم من جديد وصل عدد المستفيدين من برنامج مزايا حتى الربع الاول من العام الحالي الى ما يزيد على 5000 مستفيد فيما بلغ اجمالي حجم الانفاق في القطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة ما يزيد على 830 مليون دينار بحريني هذا ما كشفه سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان الذي بيّن ايضا ان عدد شهادات التأهيل التي اصدرتها الوزارة للاستفادة من برنامج مزايا منذ مطلع العام الجاري قد بلغ 332 شهادة فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تخصيصها للمنتفعين بعد انهاء كافة اجراءاتهم اكثر من 270 طلبا بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجرد مخزن لمنتجات غذائية تم ضبطها في القضية المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد التداول قامت ادارة التفتيش بالوزارة بعملية الجرد في المخزن الواقع في منطقة الهملة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي طبعا اليوم احنا متواجدين في احد المستودعات في منطقة الهملة لجرد بضايع منتهية الصلاحية في احد المستودعات طبعا هناك عدد كبير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومنها ضمنها هذا المخلل تعود صلاحية هذا المنتج تقريبا لألفين وثمانية وتم تغيير صلاحية المنتج من ألفين وثمانية إلى ألفين وواحد وعشرين تم راصد عديد من المواد الغذائية منتهية فترة الصلاحية وهذه عبارة عن فواكه مشكلة وعددها تقريبا 3450 جاهزة حق الأسواق مشهد جرد فيه الجشع ضعاف النفوس من إنسانيتهم جريمة بحق مجتمع بأكمله كانت لها أعين المسؤولين بالمرصاد حيث ضبط هذا المستودع الكبير وحصرت ورصدت منتجاته قبل أن تصل إلى الأسواق بحمد الله الآلية اللي يقومون فيها في عملية تغيير التاريخ في بداية الأمر يكون التاريخ مثلا هذه العلبة شهر اثنين ألفين وتساطع عشر يقومون باستعمال التنر بالمسح على العلبة نفس ما هني موضح فيختفي التاريخ فيقومون ثم ذلك يقومون بوضع ملصق بتاريخ حديث اللي هو ألفين وواحد وعشرين بذلك التمع عملية اللي هو الغش في التاريخ وتغيير التاريخ وسائل الغش والتزوير التي اتبعها المخالفين للقانون استخدمت فيها أساليب جديدة لتغيير تواريخ الانتهاء وإخفاء المعلومات الصحيحة عن المستهلك إلا أن حملات التفتيش كانت دون استمرار هذا التلاعب بسلامة المواطنين شيء حقيقة يعني يحس في النفس وشيء مؤثر حقيقة اللي قاعدين نشوفه ان شلون هالبشر اللي هما تجردوا من أنسانياتهم وفكروا في جيبهم ولا فكروا في صحات الإنسان وقاعدين نظرون المجتمع بطريقة يعني حقيقة يخجل فيها الإنسان لما يشوف هذه المواقف وهذه الكميات المهولة من البضايا المنتهية واللي هم هم يعني أن شلون يوصلونها للمستهلك شيء صراحة يعني لا نقدر نحصيه بحيكم أننا يمكن صار لنا ثلاث أيام هناك أفراد موظفين من إدارة التفتيش صبح وعاصر وليل شقالين على أساس عملية الجارد بناء على غرار النيابة وحقا خلاصنا كافة العمليات الجارد وكل يوم ورا يوم نكتشف شيء جديد وشيء حقا معثر الاحترافية في التعامل مع مثل هذه الحالات عبر التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية أفضت إلى الترصد وضبط أطراف القضية ومجرياتها واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية المناسبة حفاظا على سلامة المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين حماية لأمن وسلامة المواطن والمقيم على أرض المملكة باشرت الجهات المعنية إجراءات صاريمة وتفتيش دقيق لمحتويات هذا المستودع الذي ضبطت محتوياتها البالغة ثمانين ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية قبل أن تصل إلى الأسواق بحمد الله يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق يوسف المؤيد عن توجه البنك لإطلاق أول فرع رقمي متكامل هذا العام وذلك على هامش اجتماع المساهمين السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية وتم خلال الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 35% بما في ذلك أرباح نقدية بنسبة 25% وأرباح بنسبة 10% على هيئة أسهم منحة كما أقر المساهمون البيانات المالية للبنك للعام 2019 والذي شهد فيه البنك ارتفاع صاف الأرباح إلى 74 مليون ومئتي ألف دينار بزيادة نسبتها 6% عن عام 2018 والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع لنسبة تجاوزت ثلاثة نقاط مئوية مغلقا التداولات عند مستوى 1436 نقطة وذلك عائد من خفاض مؤشر قطاعي البنوك التجارية والاستثمار وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 27 مليون و832 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين و227 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 150 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6357 نقطة بنخفاض بنسبة 2.98% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3922 نقطة بنخفاض بنسبة 7.40% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2032 نقطة بنخفاض بنسبة 7.96% خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الاعتماني بالعملات الأجنبية للبنان إلى تعثر انتقائي أو سليكتف ديفولت بعد القرار الأخير بعدم سداد السندات الدولية التي حل أجل استحقاقها في التاسع من مارس بقيمة مليار ومائتي مليون دولار وأضافت الوكالة أن الحكومة اللبنانية توقفت عن دفع الكوبون والدفعات المستحقة على كافة السندات الدولية لحين وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الدين وأوضحت الوكالة أنها قد ترفع تصنيف لبنان إذا حصلت الحكومة مثلا على تمويل خارجي يسمح لها تنفيذ إصلاحات فورية وتحويلية أو إذا أدت الإصلاحات إلى نموم اقتصادي قوي ومستدام النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل وارن بافت يؤكد صدمة الأسواق العالمية جراء فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال آخر التعاملات بعد حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر إلى أوروبا وأوضح الرئيس أن هذه القيود ستدوم لمدة شهر في محاولة لاحتواء تفشي كوفيد-19 وأنه من المقرر أن تنطبق على كل أوروبا باستثناء المملكة المتحدة وإيرلندا كما ارتفعت أسعار الذهب خلال آخر تعاملاتها لفعل القلق حيال القرار المذكور حيث يتدافع المستثمرون على حيازة الذهب باعتباره مالاذا آمنا في أوقات الأزمات ولم تسلم أسعار النفط من قرار ترامب فقد تراجع خامو برينت بنسبة 14% إلى 34 دولار و14 سنة للبرميل عاند الروبل الروسي جميع رسائل الطمأن الرسمية بشأن قدرة الاقتصاد الروسي على تجاوز تراجع أسعار النفط والتي لم تترك أي أثر إيجابي على تقلبات الروبل أمام العملات الصعبة وذلك بالرغم عن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مجموعة من كبار المستثمرين أكد فيها توفر موارد لضمان استقرار الاقتصاد وفي غضون ذلك بدأت تظهر تدريجيا تداعيات هبوط أسعار النفط في السوق العالمية على السوق الروسية إذ كشفت تقارير أعلامية عن خسائر كبيرة تكبدها أثرياء روس بينما بدأت ترتفع أسعار بعض الخدمات والسلع في أعقاب هبوط الروبل أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزبي كونتي إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات وذلك في إجراء غير مسبوق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وأشار إلى أن خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة وأن مفعول هذا الجهد سيظهر خلال الأيام الأربعة عشر المقبلة في وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية قال الملياردير الأمريكي وارين بوفت أن صدمة الأسواق في الوقت الحالي تأتي من تعرضها لضربتين متتاليتين جراء فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط ورغم ذلك يرى الملياردير الأمريكي أن انهيار أكتوبر لعام 1987 والذي سماه الذعر المالي كان أسوأ وفيما يتعلق بانهيار السوق في خريف عام 2008 قال بوفت أن هذا مخيف أكثر بكثير إلى حد بعيد من أي شيء حدث بالأمس في إشارة إلى الخسائر الفادحة للبورصات يوم الأثنين على سبيل المثال انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من ألفين نقطة